نحكيه على الوقاية الجسدية كيفيش نستحفظ على صحتنا طرق الوقاية من الأمراض من السحر كناش مقولو من الشعودة الاسلام دينا الاسلامي الحنيف شنو قال في هذية هل العين والسحر زيدا موجودين حقا ولا في الاسلام مدينة جاعة الرقية شرعية كيف تعمل الرقية شرعية برجة تفاصيل بشنا عرفوها اليوم يحضر معنا الشيخ الدكتور عفيف السباب تسباع خير ونهار كزين سباع خير اختفاض لا شكرا جزيلا على الاستضافة يعيش مرحبا بيك هيت نبدو بصفة عامة انا كمسلم كيفيش نحافظ على الصحة الجسدية من الأمراض شنو يقول دين الاسلامي في هيدا هو بعد بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة رسالة الاسلام جاءت في هذا المضمار بمنهج متكامل للحفاظ على الصحة العام لأن الصحة الانسان مهمة لأداء واجباته في حياته بحيث يشق طريقه ويعمل إلى آخره وكذلك بالنسبة إلى المجتمع فالمجتمع الذي تسلم فيه الصحة فهو مجتمع يقدر على العمل على العطاء على التقدم المجتمعات لا سمح الله التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض مجتمعات مهددة بكثير من المخاطر المهم ديننا جاء بمنهج للحفاظ على الصحة يرتكز على قواعد وقائية وقواعد علاجية الوقاية تتركز خاصة على إما أوامر أو نواهن المقصود بها يعني المقصد الذي يتحقق بها هو الحفاظ على الصحة يعني مثلا النظافة نحن ديننا مبني على النظافة هو يكفي معنيها الوضوء وخمسة سلوات وخمسة مرات بشتتوضى والتهارة والتهارة الكبرى لكل حاجات تحث على النظافة فعلا والنظافة ليست خاصة بالبدن يعني هي نظافة المكان ونظافة اللباس ونظافة البدن ولذلك يعني الرسول أكد على هذا بل نظافة الشوارع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة يعني حتى المساهمة في نظافة الطريق مهمة باعتبار أنها تحفظ الصحة العامة الجانب الثاني إذن النظافة الجانب الثاني هو يدخل أيضا في النظافة لكن هو نوع من العمل السلبي يعني يتجنب الإنسان جملة من الأمور نحن نعرف الإنسان يتأثر في صحته بما يأكل وما يشرب وخاصة العلاقات الجنسية ولذلك نهاء الإسلام عن كل ما يضر بالإنسان صحيا من المأكلات والمشروبات وكذلك العلاقات الجنسية لأنه هذا ثبت والآن واضح علميا أفات كثيرة مثل السيدة والأمراض التنسلية المأكلة جنسية ولذلك الإسلام حرم كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج ومنع من تعاطي المسكرات ومن أكل الميتة والدم الفاسد إلى آخره وهذا فيه في الحقيقة حماية للصح فالإنسان بذلك هذا أنه في القرآن الكريم اللحوم اللي نجموا نكلوها واللي ما نجموش نكلوها يعني بالتفاصيل محدودة في القرآن القرآن واضح في هذا إنما حرم عليكم الميتة تودم ولحم الخنزيري وما أهل به لغير الله فخلاص القول في هذا أنه من أعظم أسس الوقاية هو تجنب أكل ما يذر وشرب ما يذر ومنها المسكرات ودعرفين سيدتي الفاضلة الكريمة في عدد الرسول العرب صلى الله عليه وسلم العرب كانوا يحبون الخمرة ويشربونها ويسمونها بأسماء كثيرة وهي من العادات التي تجذرت في المجتمع فلما جاء الإسلام للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على العقل اللي هو مناط التكليف فجاء وتدرج وهذا من رحمة الله والله مش نسألك معني ما جيش الإسلام لول حرم الخمر شرب الخمر مباشرة تنا أبدا على مراحل على مراحل نحن نقوم بعد السنوات التي وقع فيها تحريم الخمر نجد أنه من بداية البعثة نزول القرآن بقي الإسلام ستة عشر عاما قبل أن ينزل تحريم الخمر واو يعني ستة عشر ستة عشر عام ولم ينزل تحريم الخمر ولكن بدأ يتدرج بالناس بتوعيتهم بأن مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فبدأ يواعي ناس بمخاطر هذه المشروبات التي هي مذرة وتفسد العقل إلى آخره ثم فيما الأيام تعزيدة ولا تقربوا الصليطة وأنتم سكارة فما أبدأ يستخلوا في الأيات هذومة بشيحلوا شرب الخمر هي في الحقيقة هو سوفهم لأنه هذا يرجع إلى منهج الإسلام الله رحيم بعبادة لا يأتي من أول وهلة ويمنعه من شيء تعلق به ولكن يتدرج بهم شيئا فشيئا ليقتلع هذه العادة يعني مثل ما يفعل بعض الدول المتقدمة مثلا بالنسبة إلى بعض الآفات المنتشرة يمنعونها في أماكن عامة وبعد ذلك يمنعونها إلى آخره كما التدخين مثلا 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 كيف التدخين هو مظهر بالصحة ونعرفه أنه مظهر بالصحة يدخل في هذا البابي ويحرام التدخين هو أول ما دخل التدخين في العالم الإسلامي لم يكونوا يعرفون مخاطره ولذلك أكثر ما قالها بعض الفقهاء قالوا إنه مكروه ولكن الآن بعد أن ظهر ما فيه من مخاطر على الصحة الإنسان وخاصة عددوا أمراضا كثيرة عفانا الله جميعا سرطانات الرئى والحلق وكذا من ذلك علماء اتفقوا الآن على أنه يحرم بما أنه ثبت علميا أنه مذر فنتجنبه ما ما يكون من أمر إذن لما وقعت واقعة تقدم إنسان يصلي بالنس في المدينة فبدأ يقرأ لم يعرف ماذا يقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون ولم يقرأها على الوجه الصحي دخل بعض فنزلت آيات من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون وبذلك أصبح بما أن الصلاة الخمس موزة على اليوم ماذا حصل الناس الذين أذقوا هناك ناس انقطعوا قالوا لي فائدة ولكن بعض الناس بقوا يشربون لكن متى بعد صلاة العشاء يعني يشربون في الليل واستمر ذلك مدة حتى يعني وقعت مأدوبة ووقع فيها خصومة وضرب بعضهم بعضا حتى شجهوا وسال الدم فهنا نزل قرآن كريم يعني يقتلع العادة نهائيا وهذا بعد سنوات فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلعون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يقول العلماء لما قال الله فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا يا رب انتهينا وسكبوا في طرق المدينة ما لديهم من خمور حتى أصبحت المدينة كأنها أودية بالخمور يعني من كثرة ما سكبوا فإذن هو هذا يرجع إلى المنهج الإسلامي في ترقية المجتمع ليس هناك قوة وعنف في ترقية المجتمع المجتمع يرتقي بالاقتناع بالتدرج سياسة المرحل سياسة المرحل وهذا المهم يدخل في إطار الويقاية الحفاظ على الصحة من جانب الويقاية نجيو للعلاج قبل هذا فهم مسألة مهمة جدا تتعلق بالأوبئة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث عجيب يتعلق بالأوبئة يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه العلماء قالوا هذا يدخل فيما يسمى بالحجر الصحي ومنع انتشار الأوبئة وهذا كلام قاله الرسول وعشنيه وشفنيه نحن في الوباء متاع الكورونا بالضبط معناها ما نجمنا نسيت وكاننا بالكون في الموكي عملنا الحجر الصحي وهذه الحقيقة مما يكشف لنا أن هذا الدين رباني في الحقيقة هذه قعدة لم يكن الناس يعرفونها في ذلك الزمان على كل حال المهم هذا الجانب الوقائي باختصار شديد ثم جانب ثاني علاجي والجانب العلاجي الحقيقة فيه جانب جانبان فيه جانب روحاني وجانب مادي الجانب المادي يظهر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على استحاب من يعالج المرضى ويداوي الجرحة في كل غزوة أو في كل سفرة يسافرها كما تقول أنت هز الفريق الطبي معه بالضبط كان الفريق الطبي والعجيب في هذا أن الفريق الطبي الذي يستحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من النسوة من النسوة وهذا يعني يلفت الانتباه مع أنه كان هناك رجال أطباء مثل حارث بن كلدة إلى آخره لكن الرسول كان دائما يستحب النسوة وأن أسماء لمعات في هذا المجال مثلا معطية الأنصرية تقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأعدوا لهم الطعام وأداوي الجرحة وأقوموا على المرضى وغير السيدة أم عطية أسماء كثيرة مثل حمنة أخت السيدة زينب أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلين بنته ملحان إلى أخيره أم أيمن إلى أخيره عددهن كثير منهم أيضا شفاتات صغيرة يعني في أول سن البلوغ هي أمية بنت قيس ابن أبي صلت الغفارية يقول في طبقات ابن سعد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار وقالت يا رسول الله إننا نريد أن نخرج معك إلى وجهك هذا يعني غزوة خيبر لنداوي الجرحة ونعين المسلمين بما استطعنا فماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال على بركة الله وبعد ذلك يعني وسمها تقول الرواية ألبسها قلادة تقديرا للخدمات التي قدمتها وكان يعطي هذا معروف عنه كان يعطي مقابل مادي التي يشاركنا معه المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كلما خرج يستحب فريقا وكان في المدينة أيضا من يعالج مثل السيدة رفيدة الأسلامية كانت لها خيمة وقال مؤرخو الطب العربي قالوا أول مستشفى في الإسلام هو خيمة رفيدة الأسلامية في مسجد رسول الله ونظروا معنى خيمة في المسجد يعني قداسة الصحة العامة شيء مقدس فليجب رعاية الصحة العامة ومدوات المرضى والجرحة إلى أخير اللي هذي نحن نقوله عليه الطب العربي الطب الديني ربما ولي كان مميرس معنى عنده برشا هذا العلاج هذا جانب من العلاج فما جانب آخر قبل أن نصل سمحني أستاذ رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول تداوو فما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فكان يدعو وكان إذا مرض بعض الصحابة يرسل إليه طبيبا وكان سعد بن أبي وقاس زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إيتي الحارث ابن كلدة والحارث ابن كلدة طبيب درس في مدرسة جندي سابور في بلاد فارس على طريقة أبو قرات وجلينوس في طب الإغريقي القديم فهذه كله يدل على أن العلاج أهمية العلاج والمعالجة والطب وأنه مرضو ما خليوش رويحنا يزبنا نمشيون نعالج بالضبط ولكن فما ناس اليوم تحب تعالج كل شيء بترق ربما غير كافية وربما يتخلي الأمراض متاحهم تزيد تتعقد فما ناس تقول لك هنا نمرض نمشي نعمل رقية شرعية وفما دعوة كبيرة للرقية شرعية لولينا نشوفوها خاصة مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوين على اليوتيوب كل واحدة طريقة متاعه فما حتى لعبيد الرقية شرعية عملاوا بالفلوس تخلص باشتعمل رقية شرعية صحيحة الرقية الشرعية موجودة مش نية هي بالضبط هنا يأتي الجانب الثاني الروحاني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى جانب العلاج المادي كان يقوم بما يسمى بالعلاج الروحاني لكن ما معنى العلاج الروحاني الرسول أولا صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على زيارة المرضى لرفع معنوياتهم فكان يقول عودوا المرضى واذا ثابت في الصحيح وكان صلى الله عليه وسلم هو إذا زار مريضا فإنه يدعو له وقد ورد أنه زار سعد بن أبي وقاس وقال اللهم اشفي سعدا وورد عنه أيضا أدعية مخصوصة كان يقولها مثل أذهي بالباسة رب الناس اشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وجاءه صحابي اسمه عثمان بن أبي طلحة وقال له إني أجد ألما في جسمي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ضع يدك على المكان الذي تتألم به وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل سبع مرات أعود بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يعني من شر ما أجد من الألم وأحاذر أي أخاف مما يتطور إليه ذلك الألم فقالها قال وذرلت أكريره حتى شفيته فصرت أعلمها لأهلي وأبنائي إلى آخره فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن علمنا جانبا آخر وهو أمر مهم لا يكفي الأخذ بالأسباب المادية فنحن ينبغي أن نتذكر أن الشافي في الحقيقة هو الله سبحانه وقد ورد في القرآن وإذا مرضته فهو يشفين لذلك فإن المسلم الذي يريد أن يحافظ على صحته يأخذ بالأسباب الوقاية التي ذكرناها وأسباب العلاج وفي نفس الوقت يتوجه إلى الله عز وجل ويدروه الاثنين مع بعضهم يمشيوا معناها دكتور نمشي نعالج نستحفظ على بدني من الحاجات اللي كنا نذكروا فيهم الكل كان مرض نمشي نعالج ومعاهم الدعاء وتقرب إلى الله والدعاء هذا الثابت على رسول عليه ولكن نحن نشوف فيه حاجات خرين معناه يقولوا رقية شرعية معناها در قدش من ساعة وفما تقوس معينة وهذا كم مش موجود؟ لا ثم أشياء في الحقيقة ابتدعها وناس لا علاقة لهم لا بالدين ولا بأي شيء وإنما يتاجرون لجمع المال على حساب الناس في الحقيقة هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا نوع من الرقية ضد السحر لأنه نحن نعرف القرآن ذكر السحر السحر موجود موجود وبعض من الناس يأتيك يقول لك أنا مسحور وكذا وكذا في الحقيقة الله أعطانا وسيلة تحمي بها نفسك ولن يضرك بعد ذلك السحر وهي أن يقرأ الإنسان قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وينفخ في يديه ويمسع جسمه وبحول الله يحصن جسمه وبدنه من كل أذى من هذا السحر وغيره حتى لو كنت سلط عليه السحر بحول الله يزول له كل أثر يعني يصبحوا بحولها سليما معافا حتى كالصحرك ليشوفوا تصاور وكالتصاور وفيها كوبا وكالحكاية ليه على خاطر البيب هذية فيه تجارة كبيرة وفيه ناس ذيك خدمتهم وعنه اللي يسحر والي نحي السحر والشعوضة فما معنيها أليف بش مقولش أكثر من هكيم من الناس ذيك خدمتهم ذوك يكفي بصورة الإخلاص والمعاوذتين وبالطريقة هذية نتخلص من أي سحر مهما كان هذا السحر ومهما كان السحر الذي فعل ذلك وعندنا أيضا قراءة الفاتحة سورة الفاتحة وقد ورد أن الصحابة رقوا رئيس قبيلة لدغته عقرب يعني شفية والرسول عليه الصلاة والسلام قالهم من أين لكم هذا ثم أقرهم صلى الله عليه وسلم على أنها رقية وعلى كل هو القرآن في القرآن آيات تشير إلى الشفاء مثلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور العلماء المفسرون ذكروا أن المقصود بالشفاء هنا الشفاء أساسا للأمراض الاجتماعية والعقائدية والأخلاقية إلى آخره ولكن بعض العلماء أشاروا أنه أيضا بما أنه كلام الله عز وجل فهو أيضا شفاء حتى للأبدان لكن ليس على معنى أنه بديل عن الطب طبعا إحنا هذا يباقي نحكي وراه مع الطب مع الأدوية متاعك مع العلاج متاعك الجانب الروحي هذاك اللي لازم زادة تتفكره باش يتم الشفاء بإذن الله بحول الله تعالى وهذا السر يعني هذه الثقافة الجديدة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم هي سر التقدم الكبير في الطب عند المسلمين المسلمين أدركوا أن الطب مهم جدا ولذلك ترجموا ما لدى الشعوب الأخرى من كتب طبية عن طب أبو قراتو جالينوس وغير هذين الطبيبين وطوروا ذلك وظهرت أطباء أعلام إما مثل مثلا أبي بكر محمد بن زكريا الرازي وابن سينا وابن القاسم الزهراوي وعن بن الجزار وغير هؤلاء الأطباء الذين لمعت أسمائهم وألفوا كتبا بقيت قرونا تدرسه في الجامعات الأوروبية فإذا التطور الكبير الذي وقع في التاريخ الإسلامي في المجال الطبي هو ثمر للتصور الجديد الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا كرامة الإنسان وأهمية الصحة والحفاظ عليها ثم الأخذ بالأسباب الممكنة المادية ثم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على تحقيق الشفاء لأن المرض الجسدي صحيح أحيانا يكون صعيب برشا ولازم نفس طويل ومدويت ولكن المرض الروحي هو اللي يسر صعيب وذا هل المرض الروحي مش نحكي على الأمراض النفسية نحكي على المرض الروحي هو اللي يلازم برشا دعاء ولازم برشا قرآن هو لا شكل إنسان أحيانا بعض الناس يعني يمر بأزمة روحية وقلق وجودي يعني يتصبح يتعديوا عليه برشا شباب زي دارة أكيد كثير من الناس يمر بها خاصة في فترة الشباب فأنا أعتقد أن اللجوء إلى الله عز وجل خاصة مسألة وجود المولى يعني كل شاب عليه أولا أن يبحث في وجود الله وهذا الأمر مفتوح فيه يعني الأدلة العلمية والعقلية موجودة وكل شيء متوفر والمعلومة أصبحت متوفرة معناها هو الوجود اللاهر واللي يركز مع صورة الكوثر معناها سبع في الأخر معناها التفسير والدلالات متع صورة الكوثر هي أكثر صورة والحاجات اللي فهم مستعقوش شيخ اللي هو السؤال في القرآن وأنزلنا القرآن الشفاء مش دواء فشنو الفرق شنو التفسيرها معناها الشفاء هو نتيجة الشفاء طول مش دواء هو شفاء بمعنى يحقق الشفاء من الأمراض وخاصة كما قال المفسرون الأمراض الأخلاقية والاجتماعية والعقائدية الفكرية إلى آخره ومنها أيضا الأمراض الجسدية لأنه الإنسان الذي يثق في الله ويعلم أن هذا هو كلام الله عز وجل فهذا يقوي في معنويات الإنسان هي فهم قصة طريفة نذكرها باختصار كان هناك طبيب طبيب أمريكي كان يعالج مرأة فتحسنت حالته بعد أن كانت في حالة سيئة جدا حسب الأرقام التي لديه القلب المؤشرات لأخيره حسن لكن في يوم زارتها ابنتها بعد خروج ابنتها من الأيدة كل المؤشرات سقطت وأصبحت الحالة سيئة جدا فلم يفهم الطبيب فباحث وسأل فسعلم أن هذه البنت ستسافر إلى يعني إلى غرب أمريكا وستبتعد كثيرا عن أمها ولن تزورها لأنها ستتزوج إلى آخرين فهذه الأم معنوياتها يعني انهارت وأصبحت حالتها النفسية حالة منهارة فهذا أثر على صحتها ومن ذلك أدرك الأطباء والعلماء أن العلاج لا يمكن أن يكون بالعققير فقط فقط يابد من علاج نفسي وإطار وتأثير ورعاية نفسية والذلك كان في تاريخ الطب العربي الإسلامي كان بعض الممرضين والأطباء يجلسون وراء الستار يتحدثون عن ذلك المريض وهو يسمع هذا المريض حالته تحسنت ووجهه أصبح يتلقل فإذن سيشفى قريبا هناك فهذا كانت وسيلة يطلع له المراء بالضبط فكانت وسيلة من أهم الوسائل لمعالجة المرضى كيف نختم بسؤيل برشة ناس زيدة تقول بالحسد والعين وموجود ومذكور في القرآن في أكثر من موقع يكفي أن نحكي على المعاوذتين أن العين والحسد موجود كيف تنعرف أولا أنه أنا مصابين بالسحر لو كان عندك الإجابة مش بالسحر بالعين وكيف نحص النفسي من العين هو الحقيقة هذا موضوع دقيق جداً لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نحصن أنفسنا بحيث لا نصاب بسوء كان عليه الصلاة والسلام علم الصحابة هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بحيث الإنسان إذا قرأ هذا الدعاء بحول الله لن يصاب بسوء ونحن نعرف هذا يعني بعض من الناس والعياذ بالله يؤذي فرمى معناها موجودة فرمى معناها يؤذي بسم الله فيعني فلان يتحدث عليه وكذا إلى درجة أنه يؤثر فيه وعلى كله نحن نعرف أن مسألة التأثير نفسي هذا أمر موجود ويتحدث عنه العلماء لكن المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقي أنفسنا من كل هذه الشرور فالإنسان الذي يقرأ القرآن يقرأ الفتحة يقرأ المعوذتين والإخلاص ويقرأ هذه الأدعية خاصة فإنه يحصن نفسه من كل هذه الأشكال التي تؤذي الناس وبذلك نفسيا يكون مرتاحا يعني يكون في أمن وهذا الذي حرص عليه الإسلام أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا آمنا مطمئنا لأنه من أصعب الأشياء ومما ينغس على الإنسان حياته أن يشعر دائما بالخوف بالذبت ولذلك من أعظم نعم المولى التي يمتنى بها على إباده لما قال أطعمه من جوع وآمنه من خوف فعلا الإنسان لما يكون مطمئن من كل هذه الأشياء يشعر بسعادة كبيرة نسأل الله تمأنينة معناها أجمل أحساس وأهم أحساس في حياتنا وأنا تعيش بها وأقرب طريق للتمأنينة هو قراءة القرآن سهلا بيهي دكتور يعطيك صحة ذهر لي هكا حاولنا بش نجيب والنس كل دونك بسيفة عامة ترقي روحك بالطريقة اللي قلت لنا عليها أنت ديجا بالأدعية وبالصور اللي ذكرناه ممكن ما خلطوش علينا من له العاود أسمعوا الفيديو وقيدوا الأدعية اللي قالهم لنا الشيخ الدكتور عفيف سبابتي ويرقي نفسه بنفسه يقي نفسه لا يحتاج إلى أحد أبدا ينجم الأم ولا البو يرقي أبناء أطفال مثلا ينجم شرط الصلاة هو يعني الإيمان والتقرب إلى الله هذا يعني مهم جدا يعني كيف إنسان ملحد لا يؤمن بالله هو لا يقرب ذلك ولكن ينجم يكون وحد ما يصليش مثلا نحن دائما نحرص على أن يكون الإنسان متصل بالله سبحانه وتعالى ويكون مؤمن يكون مؤمنا مصدقا لأنه هذا مهم جدا في تحقق الأثر الذي يحصل بهذا الدعا يعني كساعة شكرا لك دكتور عفيف سبابتي كي نحكي معها صليت وقوله مثلا حد ما يصليش ما يحبش يستوعبها هو رابا بس بديل بس نحكيش ماذايا بنتحكيش فيه أبسط الشروط مهار بش نحكي طرفة طبعا طبعا نحكيه نحن ما حكيناش على الصليت في رمضان لا لا نحكيناش نحن ظهرت لي مثال شوه على بساته على أهميته نحن نحكيه عليه إن شاء الله في الحلقات القادمة شكرا لك أنتك صحة دكتور الشيخ عفيف سبابتي نحن بزان معكم نخرجو فاصل قصير وراجعين صباح الخير تونس أبدأ صباحك ببرشة بوزيتيف